اشتركوا في القناة بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين شرائع وضعية وضعها المجرمون لكي تسود العالم هل نأمل نحن المسلمون أن تأتي الأمم المتحدة بمشاريع خير لنا وقد كانت أسست سبب تأسيس الأمم المتحدة ومن قبلها عصبة الأمم المتحدة هو لمحاربة الإسلام ولهدم دولة الإسلام والإبعاد المسلمين عن دينهم إن فكرة الحوار بين الأديان ليست بجديدة وهي فكرة خبيثة لا بد من وعيها حتى لا نقع في حبائل الشيطان وأتباعه الداعين لهذه الفكرة وها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم قد جاور اليهود في المدينة فهل دعاهم إلى التقارب والوئام والحوار على طريقة الأمم المتحدة وطريقة القائلين برأي الأمم المتحدة في التقريب بين الحق والباطل أم كانت دعوته لهم لعبادة الله الواحد الأحد ولما نقضوا عهدهم ولما لم يستجيبوا لهذا الأمر فعل بهم ما أنتم عارفون به ما حصل في السيرة من موقفه صلى الله عليه وسلم وحربه لليهود أتدرون أيضا ما هو معنى حوار الأديان إنه ببساطة إيجاد دين جديد ومفاهيم جديدة مشتركة بين الديانات على اعتبار أنها ديانات سماوية الهدف من ذلك هو إبعاد المسلمين عن حقيقة دينهم فالناس كلهم مدعوون لاعتناق الإسلام ومن لم يعتنقه بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر قطعا وشرع لنا أيضا أحكاما تنظم علاقاتنا بهم إذا كنا في ديارهم وليس من تلك التشريعات ما يسمى بحوار الأديان بل الأمر على خلاف ذلك دعوة وصراع فكري لضحض باطلهم وتفنيد حججهم وتقديم الإسلام كبديل لحضارتهم الزائفة التي أردتهم إلى مهاو الرذيلة والفساد والانتكاس من الآدمية إلى البهائمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر